اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين اجتماعات اقتصادية روسية سورية في دمشق استعدادا للاجتماع الحكومي الموسع الأسبوع المقبل في سوتي الجزائر تستعد لتعديل وشيك على قانون المحروقات بهدف التنقيب عن الغاز الصخري وفي النشرة ايضا التطبيقات الالكترونية للنقل تثير غضب سائقي السيارات العمومية في باكستان اهلا بكم استقبل الرئيس السوري بشار الاسد وفدا من جمهورية روسيا الاتحادية يضم مسؤولين اقتصاديين في الحكومة وعددا من مدري وممثلي الشركات الكبرى برئاسة نائب وزير الطاقة الروسي كرال مولوتسوف وبحث الاسد مع الوفد الروسي اهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتدعيمها وتعزيزها من خلال تطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بينهما ولسيما في مجالات النفط والغاز الفوسفات النقل والصناعات الدوائية هذا وبحث وفد من ممثلي الشركات الروسية مع عدد من الوزراء ورجال الاعمال السوريين التعاون بين البلدين في مجالات النفط والنقل البحري وفي وضع خطط لمشاريع تعاون بين الجانبين استعدادا للقاء اقتصادي موسع في سوتشيا الروسية الاجتماع الحكومي سيكون بين التاسع والعاشر من الشهر الجري وفيه سيتم وضع خرائط وتحديد حاجات سوريا في مختلف القطاعات ولسيما النقل والنفط ما سيوفر للشركات الروسية فرصا استثمارية وعيدة ومربحة نحن جئنا كوفد اقتصادي روسي لدراسة الواقع الاستثماري في سوريا وفي مختلف المجالات من أجل تكوين صورة واضحة عن الواقع الاستثماري والبنية التحتية السورية وفي مجال النفط نحن نعتقد أن القطاع في سوريا تضرر كثيرا وبات بحاجة إلى ورشة إصلاح وتطوير هلأ حاليا مو اتفاقات هي مناقشات لمعرفة الحاجة بين البلدين شو نحن محتاجين منهم هنو شو محتاجين منهم النتائج أنه اتفقنا أنه يجب أن نلتقي وسنلتقي في سوتشي لبعد تحضير هذه اللقاءات وضعت الحكومة السورية خطة زراعية تنهدفها استثمر نحو 500 ألف هكتار من الأراضي الزراعية التي استعادها الجيش السوري وحلفائه مدير التقطيط في وزارة الزراعة هيثم حيدر قال أن التنصيق يجري مع وزارة الموارد المائية لإعادة تأهيل شبكات الري وتخصيص مبلغ كبيرة لاستعادة قطاع الزراعة لعافيته يتركز عمل وجهد وزارة الزراعة والدعم الحكومي على موضعين أساسيين الموضوع الأول تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية وزراعة الأراضي التي تم تحريرها بفضل انتصارات الجيش العربي السوري في مختلف المحافظات والتي بلغت بحدود 500 ألف هكتار يتم التنسيق بينها مع وزارة الموارد المائية ومدريات الزراعة في المحافظات على إعادة تأهيل مصادر وشبكات الري وتأمين مسلزمات زراعتها نبقى في سوريا حيث عانت محافظة القنيطرة من الجفاف الكامل لسدود المياه ما يهدد المحاصيل الزراعية التي تروى من مياه السدود سبعة سدود تخزينية منتشرة في المنطقة تعاني انخفاضا في حجم التخزين بسبب نقص مياه الأمطار وقد تصدع بعضها بفعل مرور الزمن الجفاف والتصدع يهددان هذه السدود في مختلف أنحاء محافظة القنيطرة في سوريا في العادة يزيد معدله طول الأمطار السنوي على سبعمائة مليمتر ما يغذي المجارية المائية الدائمة أو الموقعة نقص مياه الأمطار في المواسم الماضية أدى إلى انخفاض منسوب المياه المخزنة لكن المسؤولين المعنيين يؤكدون أن هذا ليس السبب الوحيد هناك عدة أسباب قد أثرت على هذه السدود ومنها استجرار المياه الجائب لعدم وجود الخطط العلمية موضوعة وهيمنت بعض الفصال على هذه السدود وهناك الحفر العشوائي للآبار الذي أدى إلى انخفاض منسوب هذه المياه والتخريب المنهج لبعض محطات الضخم إذن ليست العوامل الطبيعية وحدها مسؤولة عن تنقص المياه المخزنة ويبدو أن الإنسان الذي أساء استخدام المياه وأهدرها سيتحمل انعكاسات هذا الأمر على قطاع الزراعة كل هذه الأمور من جفاف السدود وأيضا وجود هدر في المياه أدى لانخفاض المساحات المزروعة وبالتالي انخفاض الدخل لهذا المواطن الذي يعيش على الأرض المحاضرة قد لا يستمر هذا الواقع طويلا وفق ما يقول خبراء في هندسة السدود لكنهم يشددون في الوقت عينه على أهمية وجود رقابة على عمل هذه السدود ولسيما استجرار المياه منها منعا للهدر أو التلويث ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية أيلول سبتمبر إلى 36 مليار و535 مليون دولار بزيادة نحو 400 مليون عن الرقم المسجل في شهر آب أغسطس وكان الدين الخارجي لمصر قد وصل إلى 79 مليار دولار مطلع تموز يوليو من نحو 56 مليار قبل عام وتنفذ الحكومة برنامجا اقتصاديا يشمل فرض ضريبة على القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم سعيا لإنعاش النمو الاقتصادي أعلن أمين غرفة التجارات الإيرانية العراقية حميد حسيني أن إيران لا تفرض حظرا على السلع المصدرة من العراق باستثناء النفط وقال حسيني إن كافة الحدود والجمارك المشتركة بين البلدين مفتوحة موضحا أنه باستثناء المشتقات النفطية فإنه لا يتم فرض أي حظرا على إرسال السلع إلى العراق يشار إلى أن إيران فرضت حظرا قبل أيام على استراد أو تصدير المنتجات النفطية من وإلى أقليم كردستان العراق إثر الاستفتاء الذي أجراه الأقليم ارتفع متوسط صادرات العراق من النفط الخام خلال أيلو سبتمبر الماضي إلى ثلاثة مليون ومائتين وأربعين مليون برميل كل يوم محققة إرادات مالية تجاوزت أربعة مليارات وثمينمائة مليون دولار المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لفت إلى أن متوسط سعر البرميل الواحد تجاوز الشهر الماضي مستوى خمسين دولارا ولا تشمل هذه الأحصائيات صادرات النفط من حقول كالكورك الشمالية الخضاعة لسلطات إقليم كردستان العراقي أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيا عن تعديل وشيك على قانون المحروقات تسمح بالتنقيب واستغلال أحواض الغاز الصخري على الرغم من مخاوف شعبية من تأثيرات سلبية في البيئة أويحيا ربط هذه التعديلات بالتحولات الكبيرة أو بالتحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة حول العالم ودفع أويحيا عن خيار استغلال الغاز الصخري مؤكدا أن ذلك سيضمن الاستمرار في زيادة المدخل الوطنية في مجال الطاقة أقول لقيادة وعمال شركة سونتراك لكي أشجعكم تمشوا في مجال المحروقات الصخرية والشركة عندها القدرات أولا لكي تشرح لكي تطمن المواطن الجزائري أن هذا الباب هذا مش رح يكون باب جهنم عليها والمغامرة بصحته وحياته بل بالعكس هو باب ضمان مستقبل أحسن له في مجال الطاقة ومستقبل أحسن كذلك للجزائر في مجال استمرار مداخلها من باب الطاقة وقعت شركة داكاز بروم الروسية ودالك درالينغ الاسرائيلية مذكرة تفاهم غير ملزمة تهدف إلى التعاون في مشاريع النقل المتعلقة باستخدام الغاز الطبعي وقال بيان الشركة الإسرائيلية أن التفاهم يشمل إنشاء مجموعات عمل مشتركة لدراسة مشاريع إسرائيلية جديدة في مجال النقل تعمل بالغاز الطبعي وأشار البيان إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار التفاهم الموقع بين وزارتين الطاقة في إسرائيل وروسيا لتطوير وترويج تكنولوجيا استخدام الغاز الطبعي كوقود لوسائل النقل رأت وكالة الطاقة الدولية أن توقعات نمو النفط الصخري الأمريكي والضبابية حول واردات الصين من الخام قد تؤدي إلى تزايد مخزونات النفط من جديد العام المقبل وفي أحدث تقاريرها الشهرية للسوق النفط قالت الوكالة أن المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرت من دون تغيير في تموز يوليو عند ثلاثة مليارات برميل خلاف كبير في باكستان بين صائقي سيارات الأجرى التقليديين والشركات التي تستخدم البرامج الإلكترونية التي توفر سيارات أجرى إقبال الباكستانيين على هذه السيارات بسبب انخفاض كلفتها دفع صائقي سيارات الأجرى التقليديين إلى تقديم شكاوى قضائية ضد هذه البرامج المنتشرة على الأجهزة المحمولة بكر يونس الخلاف المتصاعد بين سيارات الأجرة التقليدية والحديثة التي يتم طلبها عبر برامج إلكترونية وصل إلى المحكمة بمطالبات من قبل السائقي سيارات الأجرة التقليدية بوقف برامج طلب السيارات الإلكترونية فهم فقدوا احتكارهم لسوق المواصلات كما أجبروا على تخفيض كلفة التوصيل إضافة إلى قلة الإقبال عليهم نظرا لسوء نوعية هذه السيارات وقلة الأمان فيها أصبنا بالكثير من الخسارات وبات عملنا شبه متوقف نحن لا نستطيع أن نطلب المائة والخمسين روبيا أي دولارا ونصف دولار بسبب البرامج الإلكترونية للسيارات المستأجرة صالات العرض اكتضت مؤخرا بالسيارات اليابانية التي تتفق مع مواصفات السيارات التي تقدمها البرامج الإلكترونية للسيارات الأجرة لكن الفائدة الكبرى تبقى للمواطنين الذين وجدوا أن استخدالهم من قبل سيارات الأجرة بات بعيدا كما يقولون الآن نحصل على السيارات أمام المكتب وأمام المنزل دون أن نقف في الشارع للتفاوض مع سائق التكسي وهو أمر مريح جدا لنا كان الناس يشتكون باستمرار من السيارات التقليدية ورأوا أن هذه الخدمة مفيدة جدا لهم ولسيما أن لا تفاوض حول الأسعار ولا إشكالية في التوصيل كما أن السيارات المستخدمة مريحة مع تزايد عدد السكان وارتفاع أسعار سيارات الأجرة بصورة لا يمكن التحكم فيها يرى الكثير من المواطنين أن التقدم العلمي شكل بالفعل حلا لخفض تكلفة المواصلات اليومية إضافة إلى توفير سيارات ملائمة للتنقل لطالما عرفت باكستان بكثرة وسائل المواصلات العامة فيها لكنها لطالما كانت غير مريحة وباهظة التكلفة لتشكل البرامج الإلكترونية على الأجهزة المحمولة بديلا لا يقبل المواطنون التخلي عنها باكر يونيس إسرام أباد الميادين مع هذا التقليل من باكستان ناتي إلى ختام الاقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميادين دوت نت للمزيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر